تلفزيون الايراني الرسمي اعلن عن سقوط 9 قتلة هو يسميهم قتلة المعرضين بيسميهم شهداء 9 قتلة معنى ذلك انه 7 ايام من الثورة في ايران بقى عندي 22 قتيل كان مبارح تم اعتقال 400 النهاردة فيه 425 اللافت للانتباه ايه بقى انه ال 6 اللي ماتوا النهاردة 6 اللي قتلوا النهاردة التسعة اللي قتلوا النهاردة منهم 6 متظاهرين قتلوا اثناء مهاجمة مركز شرطة يعني اللي هو ايه يعني الكتالوج ماشيين عليه بالزبط يعني حتى ده دي صورة ايه من اللي حضراتكم بتشوفوها اللي بتنقل من الاحداث في ايران لانه مثلا ايران مفيش فضايات انتو فاكريني 18 يوم اللي كانوا في مصر كانت فضائيات العالم يعني موجودة والكاميرات موجودة وبتنقل على الهواء يعني بتنقل على الهواء كل اللي حصل لكن هناك انت بتتكلم على فيديوهات بتنقل بالتليفونات على التليجرام وانستجرام والسوشال ميديا وبتنقل كده خفي يعني في الخفاء طيب انا يعني خلينا نرتب برضو الامور هقرى مع حضراتكو مشهد مشهد عبر اه اه مدون اللي هو محمد مجيد الاحوازي بتعرفين الاحواز دول يعني شكلوا حركة معارضة ضخمة جدا في ايران خلينا ناخدها كده يا جماعة هو عمل مجموعة تويتات سلسلة من التويتات بيلخص فيها اللي حصل في ايران اول حاجة بيتكلم انه ايه سبب انطلاقة هذه المظاهرات من مدينة مشهد يعني بداية المظاهرات في ايران كانت من مدينة مشهد كانت للاسباب التالي اولا خسرت 160 الف عائلة مشهدية اموالها في مشروع شنايدز السكني وكان هذا المشروع عبارة عن اكبر عملية نصب واحتيال والمتورد في هذه السرقة مسؤولين في النظام لم يتم محاسبتهم وخسر اهالي مشهد اموالهم وحلمون بالحصول على السكن يبقى هو بنشايف انه رقم واحد اولا في 160 الف عائلة اتنصب عليهم ولنصب عليهم المسؤولين في الحكومة الايرانية طيب ثانيا قال انه اكثر البنوك الايرانية التي اعلنت افلسها هي من مدينة مشهد الايرانية وفقد الناس اموالهم بسبب اعلان هذه البنوك عن افلسها والحكومة الايرانية تجاهلت مطالب الشعب الايراني في قضية افلس البنوك وركزت على الاتفاق الايراني تمام يبقى ده سبب التالي سبب التالت انه بعد ايقاف الرحلات السياحية الدينية بين دول الخليج وايران خسر اهالي مدينة مشهد الالاف من فرص عملهم واستثماراتهم واغلقت العديد من المصانع الصغيرة والمحلات التجارية لانها كانت تعتمد على الزوار الشيعة الخليجيين وبعد حرق الصفارة السعودية انتهى كل ذلك احنا كده كلها ايه اسباب اقتصادية فلوس بعد كده بيقول ايه اكبر جالية افغانية توجد بمدينة مشهد وتنافس اهالي المدينة على فرص العمل وبعد ازمة الاسكان وازمة افلاس البنوك وفقدان المدينة المداخل السياحية وارتفاع الاسعار وازدياد نسبة البطالة اصبح الفقر والادمان والبطالة ينهش في جسد هذه المدينة وسكانها اكتر من 3 مليون ناس طيب بيقول بقى ايه محمد مجيد الاحوازي ان من هنا كل الاسباب الموضوعية توفر بيئة جاهزة لانطلاقة اي حراك شعبي ضد الفقر والبطالة وما يعاني منه اهالي ماشا نفس المطالب التي خرج لاجلها اهالي ماشا تتوفر في اغلب المدن الايرانية لهذا نرى بان مدن الاطراف انجذبت للاحتجاجات والمظاهرات اكثر من المركز عكس ثورة عام 2009 عفو طيب بتكلم عن ما يميز هذه الحركة بعد كده ما يميز هذه الحركة المجتمعية عن الثورة الخضراء التي شهدتها ايران في 2009 هي انها لا تعتمد على المركز في حراكها الثوري عكس ثورة عام 2009 حيث كان السقل الثوري في طهران وشراز والمدن الفارسية الاخرى طيب يبقى انا هنا الثورة دي ثورة 2009 كانت في طهران في المركز لكن الثورة دي في الاطراف في مدن كتير طيب الثورة الثورة في 2009 كانت كان فيها قيادات وطحن تعرفين قيادات الايه القيادات الاصلاحية اللي كان على رأسها حسين مساوي اللي هو كان مترشح في الانتخابات وماهدي كروبي ده ومطلبهم كان بيدور حوالين الانتخابات فقط يعني كان فيها جزء السياسي لكن الحركة الحالية اللي بتشهد ايران لا تمتلك قيادات سياسية ولا مذهبية وشعرتها تجاوزت الاصلاحيين وبدأت تنادي بتنحي المرشد خمئني من السلطة بيقول كمان انه صحيح ان الحركة الاحتجاجية دفعها الرئيس للخروج الى الشارع هو عامل الاقتصاد ولكن لا ننسى بان في جميع السورات الايرانية السابقة كان عامل الاقتصاد يلعب دورا محوريا في الاطاحة بالنظام الملكي يعني الناس اللي يقول لك لا لا دي ثورة جياعه وبتاع ما يستهونوش اوي لانه في النهاية كل الثورات اللي قامت كان الدافع لها اقتصاد بيقول كمان الخميني كان بيستخدم العامل الاقتصادي لتحريك الشعب الايراني ضد شاه ايران وهو دي دي صحيفة يهانا هي بتقول ان الخميني بيقول فيها الخميني ان الماء والكهرباء مجانا ولا تحزى في الدرائب وكل ايراني يحصل على سكن مجانا اذا العامل الاقتصادي هو الاهم والاساس في انجاح الثورات واسقاط الانظمة داخل ايران طيب بيقول ايه كمان محمد مجدي الاحوازي بيقول انه ما يميز هذه الاحتجاجات الان هي انها ليست مسيسة لاي طيار او حزب سياسي في ايران واستطاعت ان تنتشر خلال اليومين وتتوسع الى الجنوب والشمال والغرب وشرق البلاد عكس السورة الخضراء التي فشلت في الانتقال من طهران الى الاطراف طيب الطبقة شايف انه الطبقة اللي شاركت فيه 2009 كانت من الطبقة المرفهة والطبقة الوسطى والطلبة في الجامعات الايرانية ولكن اليوم الطبقة المسحوقة والفقيرة والتي تعيش تحت خط الفق هي من تقود وتحرك هذه المظاهرات والاحتجاجات في ايران بعد كده يعني هو شايف انه اه يعني بعد انه مر يا جماعة على فيه حاجات هو بيقارن فيها نجي عند الكلام بتاعي انه لا احد يستطيع ان يتكهن ماذا يحدث اليوم او غدا ده كلام مهم ولكن ما يمكن ان نشاهده ونلمسه وان النظام الحالي غير مستعد لتقديم اي تنازلات لهذه الحركة يا دي الغباء السياسي انه اي النظام مش مستعد يقدم اي تنازلات كلهم بيبدأوا بالعند وعدم تقديم التنازلات وبعدين في الاخر زي ما انتوا شايفين واحد يقول لك انا فيمتوكو والتاني يقول لك التاريخ هيحسبني والتالت يتقتل ما بيجوش بسهولة فانه النظام الحالي غير في ايران غير مستعد لتقديم اي تنازلات لهذه الحركة الاحتجاجية والحرس السوري ايضا جاهز لقمع هذه الاحتجاجات بالقوة المفرطة اخر حاجة بيقول فيها انه الاهم في كل هذا هو ان هذه الفئة المسحوقة التي تقود هذه الاحتجاجات في ايران وليس لديها اي قيادة سياسية مركزية حتى يستطيع الحرس اعتقالها وايضا ليس لديها ما تخسره وجاهزة لتصعد وتدخل فيه مواجهات دمية مع الحرس والشرطة والامن الايراني من اجل تحقيق مطالبها العدلة ومن هنا يبدأ كل شيء انا يعني انحست لي انحست لي هذا الترتيب اللي عمله يعني ناشط على تويتر محمد مجيدي الاحوازيح سواء ده اسمه او اسمه استعار يعني لكن هو بلخص لك الحالة اللي موجودة في ايران انبارا احنا كنا بنتكلم على انه هذه المظاهرات في الاول خالص قالك دي مؤامرة داخلية وبعدين بعد شوية لما الامريكان دخلوا قالك لا دي مؤامرة خارجية لكن الحراك بدأ وهناك اطراف من مصلحتها ازاحة هذا النظام الموجود في ايران منذ تسعة سبعين نظام اياته الله اللي اسس على فكرة ولاية الفقه سواء شعب شعب خارج لاسباب اقتصادية على فكرة زمان كان يقوله الشعوب تسحف على بطنها الشعوب تسحف على بطنها بمعنى انه هو ممكن يبقى مستحمل ازمات سياسية ويبقى حرية الرأي مش قد كده وتبقى الديمقراطية يعني وتبقى في ازمات اجتماعية ضخمة جدا لكن تيجي عند بطنه عند لقم تعيشه عند الاكل يخرج عليك وده اللي حصل فاذا بداية السورات كلها شايفين الشكل عامل ازاي والشكل ده بيتم تسريبه خلصة من ايران يعني احنا مش قدام سماوات مفتوحة تنقل ما يجري في ايران لحظة بلحظة وإلا ان احنا هنلاقي نفسنا قدام مشاهد بقولكو بالكربون من اللي كان بيحصل ناس الوقتي بتهاجم الشرطة ناس بتسطو على المحلات وبتسرع المحلات من الشوارع في شغلانة يعني حصلة على الارض اعتقد انه النهاردة سبع تيام تقريبا وصلين اهو مقربين من نص تقريبا من نص تقريبا من نص التمنشر يوم بتوعن يعني خاصة ايه كانت نفس الحكاية مفيش زعمة مفيش قيادات كله سايح في بعض اذا الوضع في ايران بشكل واضح جدا يمكن ان يقود الى اسقاط هذا النظام هتقولي نظام قوي نظام قوي ما قوي ما فيه انظمة قوية وسقطت خاصة ان الامريكان النهاردة عشانتتهم مختلفة يعني في 2009 مثلا وطوال السنوات اللي فاتت كانت الاحتجاجات بتاعت الشعب الايراني لا تلقى بالا ولا اهتماما ولا تلفت نظرا ولا بصرا ولا بصيرا من الامريكان امريكان ما يبصين اوباما يعني ما لوش علاقة النهاردة ترامب طلع على طول ومايك بينس قال لك لن نتعامل مع ما يحدث في ايران كما تعامل الاخرون في اشارة الى موقف اوباما ففيه هنا اشارات كنا بنقول انه هذا الحراك داخل ايران ليس له سند دولي او ليس له سند اقليمي لا الامور هدبان يعني على سبيل المثال احد اعضاء المعارضة الايرانية قال طيب ما السعودية قاعدة ليه ما تطلق امر صناعي عشان تتنقل عليه الفيديوهات والحاجات اللي بتوبس دي يعني هما الناس عايزين دعم فني لانه الحقيقة السورات تنجح على الشاشة الاول يعني السورات بتنجح على الشاشة وبعدين عارضة بيبقى تحصيل حاصل الاعلام ببساطة شديدة جدا يدير المسأل فلا لكن ايران محصنة محصنة نفسها محصنة نفسها تيجي بقى تشوف تسأل فين الجزيرة فتلاقي الجزيرة يعني ما يتلقم ميت بسبب اللي بيحصل في ايران فين بقى الكلام عن حرية الشعوب والتغيير ديمقراطية وانه مسندة حق الناس في المطالبة بحوها مفيش فين البس المباشر لمدة 24 ساعة من ايران والوقت العلاقة بين ايران وقطر يعني سامنا على عسل لانه هنا قطر اكثر المدارين من الاحداث الموجودة في ايران الآن مدار لانه هو الراجل بعد ما الدول العربية قفلت الباب في وشه وراجل راح خبط على باب ايران وقالك انه علاقتنا بايران شريفة تعرفين الكلمة اللي قالها اللي قالها وزير الخارجية القطري في الجامعة العربية قال له علاقتنا بايران شريفة معرفش شريفة اخبارها ايه الوقت يعني شريفة اخبارها ايه الوقت بالنسبة لقطر واللي حاصل فاذا احنا قدام عالم يا جماعة تحكموا المصالح والانحيازات يعني قارنوا شوفوا الجزيرة كتعامل ايه في الثورات او الاضطرابات السياسية اللي حصلة في الدول العربية وبتتعامل ازاي مع الاضطرابات اللي حصلة في ايران انا نتمنى انه الناس يعني تخرج بسلام او تعيش في سلام لكن الظلم والاستداد بيجي لوقت والناس تنفجر ببساطة يعني الايرانيين بقى لهم 30 سنة تم تغيير هوية المجتمع الايراني وتم فرد رؤية من الملالي واللي هو بتجي تقول لي حسدوا الاسلام اقول لك مش ده الاسلام الاسلام معروف الاسلام في القرآن وما صح عن الرسول العسل والسلام تقدر انت تفهمه وتقدر انت تتفعل معاه وبعدين من غير حتى حاجة انت بتقدر تتفاصل مع ربنا يعني فمش ده الاسلام وهتوجد دولة اسلامية هي دولة ايدولوجيتها اسلامية واخد من الاسلام غطاء لكن انه ده الاسلام طب لما هو بقى في ايران الاسلام انت بيبقى في السعودية ايه طب لب يبقى في مصر ايه طب لب يبقى في المغرب ايه داعش تبقى ايه وندخلش الاسلام في المسألة انت قدام نظام سياسي هذا النظام السياسي استبدى وفجرة وعنده مشاكل اقتصادية في الشعب طالع ببساطة الشديدة جدا خلونا انتبع الايام الجاية ايه اللي هيحصل في ايران بشكل ادق ويمكن يبقى عندنا حتى في القنوات الاخبارية اللي بتعمل متابعاته لليوم مهتمة ومفروض ان تهتم لكن خلينا احنا نفتح يعني نقاش مع المتخصصين يقولولنا اكتر ايه اللي حاصل مستقبل هذا الحراك السوري الذي يحدث على الارض في ايران هيوصل لفين ترجمة نانسي قنقر